فإرما تنهون عنه نكفذ عنكم سيئاتكم وندقلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا النجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فاعربوهن وهجروهن في المطاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهمن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شخاق بينيما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ومذي القربى واليتامى والمساكين والجاري للقربى والجاري للقربى والجاري الجنب والصاحب بالجنب وابن الشبيل وما ملكس أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فقورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويقتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين انفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قدينا فساء قدينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرنه وإن تك حسنة يضعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم زكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضاء أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلموا بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمعوا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما بعكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما خضر الله